أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية وأضف الرئيس في تعقيبه خلال جلسة نقاشية بعنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات لمجابهة خطر التغيرات المناخية لو كلنا تصورنا أو كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص الموجودة في عملية الإجراءات التي تتعامل لمجابهة تغير المناخ هيتحرك وحيشتغل فيها هديكم برضو مثالين لحاجة عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا أتصور أنها فرصة الدكتور مستفى تكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها أنا أتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين محدش اقترب منه هنا في مصر إحنا دخلنا في برنامج بقالنا أربع سنين لتطهير جميع هذه البحيرات والعمل ده وحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل للناس القائمين على عملية التطهير ثم أيضا ستتحول هذه البحيرات إلى طاقة اقتصادية مناسبة بعد ما يتم تطهيرها وتجهزها